خليني أسئلك واني أعرفك صريح وتحملني أنت من طلعت من التطبيعية بدأنا نشعر أن هناك نقدا حتى لو همزا ولا همزا أو حتى مبطا أحيانا أنه أنت في إشارة واضحة أن هناك تدخلات من السيد درجال في عمل التطبيعية وحتى في صياغة النظام الأساسي صح أم خطأ؟ لا مو بهالمعنى لا عدت شنو المعنى؟ انطينا المعنى لا 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 أبدا مو بهالمعنى نعم يعني راح أضرب لك مثل فضلا راح أضرب لك مثل جدا حيوي نعم أثناء يعني وصلنا تقريبا للنصف ومرينة وصلنا تقريبا للمادة 30 اللي تعالج موضوع الانتخابات بالمادة 30 الفيفا اللوائح يعني مع النظام الموحد يمنحك الحق أن نسوي الانتخابات بثلاث طرق نعم عليك أن تختار واحدة منهن نعم وأكو شرح مفصل لكل واحدة طريقة الأولى هو أن تنتخب شخص لمنصب يعني تنتخب الرئيس تكمل تنتخب نائب الرئيس وهكذا الطريقة الثانية طريقة انتخاب القائمة نعم أجي هنا أقول أرد أصير رئيس التحاد وعندك مجموعة الشخصية أجي تكون أي أجي قد الاتحاد تسعة أجيب التسعة كلهم وياي أعتني أن يتوزعون بمناطق جغرافية يعني متجانسة آآ سمعتهم طيبة عدهم نجي نقعة تسعتنا نحط لنا مشروع واضح أكو أيضا تسعة آخرين وهكذا نظام قواء نعم نعم اسماح لي اسماح لي سواءنا دراسة سريعة بصراحة واستمر النقاش بيها وقت طويل أثراناها ثراء جدا ممتاز طبعا الطريقة الثالثة حتى للجمهور هي طريقة هجينا ما بين الاثنين نعم يعني نصف العدد يكون قائمة والنصف الآخر يتكمل انتخابات فرقية انتخابات شخصية نعم فاطلعنا بنتيجة طلعنا بنتيجة انه احد اهم اسباب المشاكل السابقة بالاتحاد هي مو اشخاص هي طريقة الانتخاب الخطأ انتجت لهذا العقم بعمل الاتحاد نعم يعني هذا الرأي متبني نعم هستأي شخص اي اشخاص آخرين يعني هستأ متأكد القضية يعني المشاكل ما كانت مشاكل اشخاص مشاكل طريقة انتخاب جينا من اعترض على نظام القائمة دكتور حسين من اعترض على نظام القائمة اعتماد نظام القائمة جينا اسمعلي من سولفنا تبنوا الاخوان بالتطبيعي تبنوا بصراحة يعني لانه من تفهمه نعم تبنوا بسرعة خصوصا وانه هم تطبيعية هم ولا واحد بيهم يصير الرشح عنده طموح للترشيح نعم ايه لكن تعال هلسه انت اطرح هذا الموضوع لأي شخص يريد يدخل الصراع الانتخابي اي شخص عدنان غير عدنان مع احترامه يعني اسلاني اقول عدنان ابو حيدر يعني هو يتحملنا مع حفظ الالقاب ايه ايه يتحملنا نعم اي شخص هو مو القضية مو قفية يعني اي شخص يريد يدخل الانتخابات ما يقبل بالقائمة بسبب منصحت الشخصية لانه هو طبعا هو تأثر علي يعني يقول له كاني على سبيل المثال عندي خمسين صوت هساني يجوز اخسر لي واحد من ذني الخمسين بسبب انه هذا الواحد عندي اثنين بذولة تسعة طيب ما يهبهم ما يريدهم ما يريدهم فراح اخسر بسببهم زيال الطرف الاخر نفس الشي الطرف الاخر نفس الشي لهذا شوف احنا هنا هذا طبعا اجمل مثال انا اشكرك عليه انه وجهتنا اليه هذا صارت ضغوط على التطبيعية انه طبعا يصير ضغوط ضغوط كل اللي يريد يدخل العملية الانتخابية هو ما يرغب باسلوب القائمة يقول لك يمكن ينظر مصلحة الانتخابية بالاخير مثل تما تحدثت طبعا طبعا نعم زيان دكتور سريعا هنا هنا بس اسمح لي هنا نرجع لتعريف القيادة وشلون لازم يخلي مصلحة المنظومة على حساب المصاح الشخصية وضحك زيان دكتور من لازم يسويها لا 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 ما وضحك ما وضحك والله والله نحطيني مجال الله بقى تخمز دقائق اي اوكي اتفضل وراح انطيك تصريح قوي يلا تفضل تفضل اسمعني منه هنا هنا التطبيعية يعني الناس المحايدين هم هم لازم يفرضون مصلحة المجتمع اولا ما راح يقدرون شوف شوف ما راح يقدرون ليش لانه يصوت على النظام الاساسي داخل هي العامة اذا شنستنتج ذني الامور المهمة لا تعول ان تبعهن في النظم الاساسية والنظم الداخلية حطهن بالقوانين بالقوانين تحطهن حتى الكل ينجبر حتى ما لا تصويت ولا هم يحزنون حتى الكل ينجبر شكرا